موسيقى 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 واهلا بكم في فيديو جديد ومعيكم نو من شركة ايفون والنهاردة معدنا مع ريفيو اللي بنات كتير قوي منتظرينه ويعتبر احنا اول قناة على اليوتيوب نتكلم عنه وهي البرفانة الجديدة من الاصدارات بتاعة البرفانات بتاعة today وتمورو والوز والبرفانة اسمها زي ما انتو شايفين البرفانة قدامكو شكل الازازة جميل قد ايه حتى شكل العلبة بصراحة طحفة جدا بس قبل ننتدي الريفيو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ودلعوني يا بنات بقى زي ما انا مدلعيكم كده وجايبالكو الجديد اول باول دلعوني ودعموا القناة انا عايزة القناة تكبر بيكم وليكم ويلا بينا نخش على الريفيو عشان تعرفوا رأيي البرفانة وكمان مكوناتها اللي محدش جابها خالص لحد دلوقتي وحيبقى انفراد وصابقة عندنا على القناة ان احنا نقول مكونات البرفان الجديد دوت ايه يلا بينا نروح للريفيو في بداية الريفيو حابة اقول لكم قد ايه انا عجبتني شكل الجديد بتاع العيلة بتاع والبنات اللي سألتني هل ريحتهم اتغيرت لا ريحتهم متغيرتش هو مجرد تغيير للشكل نوع من انواع التجديد بتعملهن سواء في شكل الازايز من جوة هي شكلها مختلفش كتير بل لكن شكلها بقى ألطف وأشيك وكمان شكل العلب زي ما انتوا شايفين العلبة شكلها شوفوا الفيونكا والحركات والتصميم جميل جدا وزي ما انتوا شايفين حتى البرفانة برضو قيمة البرفانة تقيلة الازازة تقيلة الغطشيك هي شبه شوية الازازة بتاعت البرفان بتاعت توداي القديمة حاجة كده قيمة يعني حاجة حطيها على التصريح قيمة طبعا شوفوا انا مستخدمة منها قد ايه يعني شوفوا انا مستخدمة منها قد ايه عشان اقول لكم رأيي فيها تعالوا قبل ما اقول لكم رأيي فيها ايه نسمع مكوناتها ايه اللي انا تعبت قوي 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 عشان اه جيبها لكم يلا بينا نروح نشوف مكونات البرفانة ايه البرفان دوت زهري فاكهي يعني بيجمع بين ريحة الظهور ورحة الفواكه مقدمة العطر الكيوي والياسمين وقلب العطر الزنبك والتوليب والخشخاش الاحمر وقعدة العطر تتكون من البمبو والمسك والاخشاب طبعا مش عايز اقول لكم قد ايه كوكتيل ده رهيب رهيب البرفانة عجبتني او البرفانة تكون لونها اخضر وتحوز اعجابي من الطالة الاولى ولكن اختصارا كده للكلام البرفان ده ثبته مش عالي بالنسبة لي لما جربتها شوفوا انا مستخدمها قد ايه بنات يعني شوفوا انا مستخدمة كل ده البرفانة يعتبر قربت تخلص اصلا وهي لسه ما كان بغيتش اسبوع بس البرفانة اللي حتها عجبتني منعشة صيفية ريحة الكيوي والياسمين والمسك والحاجات دي ظهرة فيها جدا بس الحاجة اللي بتهل عليك اول هل كده الكيوي اول مرة شم برفانة فيها ريحة كيوي يعني قد ايه الفاكهة دي اصلا منعشة وصيفية فانا شايفة ان هم يعني احسنوا اختيارها البرفان على فعيد البرفانات بتاعت توداي وتمورو اولوز انا شايفة ان هو مناسب جدا للعيلة دي ولكن مختلف طبعا عن سباتهم ومختلف عن المكونات التانية لو اتكلمنا عن تومورو فهي برفانة شطوية تقيلة جدا لو اتكلمنا عن توداي فهي برفانة زهرية بحت ما فياش اي فواكه لو اتكلمنا على ماي ايفريسينج وللأسف هي بطلت تنزل واتمنى ان هي تنزل تاني فهي برفانة شجري اه مسكرة لو اتكلمنا عن اي تاني اولوز برضو برفانة كلها ورود رحتها ورود جدا دي بقى جمعت بين الزهور والفواكه بس ريحة الفواكه غلبة عليها بشكل واضح ولكن مش الفواكه الحمدية يعني مش ريحة هو واللمون والكلام ده لأ ريحة الكيوي ده ريحة جميلة جدا للبرفانة مع ريحة اليسمين مع الروايح اللي هي الاخشاب والمسك اللي في نهاية العطر دي العطر جميل بس مناسب لاصحاب الزوء الهادي يعني ان الناس اللي بتحب البرفانات القوية البوم زي كده اعتقد ان البرفان ده مش هيخوز اعجابهم على مستوى السبات ونيجي نقطة السبات عشان بنات كتير بتسألني هي ليه في برفانات في ايفون سبتة وفي برفانات من سبتة البرفان يا بنات سباته بيرجع لمكوناته يعني ايه النوتات اللي دخلة او ايه المكونات اللي دخلة في العطر ده؟ طب ما هي المكونات نفسها مثلا زهور بيضة فالزهور البيضة دي اصلا مش قوية فهو طبيعي ان البرفان مش هيبقى قوي او مش هيبقى ظاهر او مش هيبقى ثابت زي برفان في حاجات تقيلة اخشاب وعود وكلام دوت فمكونات البرفان بيبقى ليها دور كبير قوي في ثباته ازا كان برفان ثابت او غير ثابت البرفانات دي قعدت معي انا جربتها كزا مرة قعدت معي فرنج من 3-4 ساعات واضحة جدا وبعد كده بتبتدي بقى ايه تهدأ يعني بتبتدي ما تشمهاش بشكل واضح او ظاهر وهي مش من البرفانات الفواحة يعني مش من البرفانة كده اللي تحطيها وتهلي في اي مكان تبقى ريحتك كبينة وظاهرة لا هي برفانة صيفية منعشها خفيفة لطيفة شيك جدا من اروع البرفانات اللي لونها اخضر اللي شميتها في حياتي انا بعتبر ان دي تحفة من التحف العطرية بتاعت ايفون يعني ايفون لها كده شوية تحف عطرية يعني بسميهم طحف عطرية لان هما فعلا تحف سواء شكل الازازة سواء الريحة ريحة متميزة ما شميتش زيها قبل كده يعني انا شميت برفانات كتير وقليل ما شميتش في جميل البرفانة دي بصراحة ولكن هي بالنسبة لي انا عيبها ثبتها لو كانت حبتين يعني لو كانت ثبت حبتين انا بالنسبة لي كده هتبقى جميلة لان انت برضو في الصيف بتبقي حبة ان انت مع الانتعيش ده تكون الريحة برضو واضح انا هم حاجة عندي ان انا شم ريحة البرفان انا ابقى منتعيشة انا ما بخطش البرفان لحد انا بخط البرفان لنفسي عشان ادلع نفسي ابقى منتعيشة حتى اللي حواليا يبقوا مبسوطين من الريحة اما ايجي هتحرك كده من مكان لمكان من قوضة لقوضة ابقى حاسة ان انا فيه ريحة جميلة كده بهل وبتهل معي ريحة حلوة لكن انا مشكلتي معها بصراحة كانت الثبت ولكن على جميع الاصعيدة الاخرى فهي الباكتجينج طحفة شكل البوكس نفس طحفة العطر نفسه ريحته حلوة ولكن هي كبرفانة انا كنت اتمنى ان هي تبقى اقوى حبتين ولكن احنا قلنا خلاص ما نلومش على البارفان في شيء لان البارفان قوته من عدم قوته او ثباته من قلة ثباته بترجع النقطة دي لمكوناته فهي المكونات بتاعته مش قوية مش عالية فنطلب بينه ازاي ان هو يبقى فواح ويدينا الافكت العالي فبالنسبة للمكونات انا عن نفسي اديها عشرة على عشرة حبيت 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 قلوب حب قلوب حب رغم ان هي لونها اخضر بس نديها قلوب حب خضراء المراض كمان انا حبيت ان انا اعملوك في الوقت دوت قبل ما الحملة تخلص لان هي نازلة معينا بسعر حلو جدا 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 في مجلة الاعضاء زي ما انتو شايفين نازلة معينا بمية خمسة وستين جنيه وكمان لو اشترينا تلاتة هنقدر نحصل عليهم بربعمية تمانية وستين وحب برضو اتكلم هنا عن المكونات او الشرح بتاع العتر زي ما ايفون وصفه لنا هذه هي الرومانسية العصرية وانا اعبر عن ذلك من خلال وقت الظهور التي تجمع بين رائحة الفرنجباني وبتلات الياسمين الممزوجة بطبقة علوية من رائحة الفواكه الخلابة والمنعشة يعني هو ريحته فواكه الطبقة العلوية هم موضحينه ان رحتها فواكه منعشة وهي الكيوي وبعد كده بيظهر لنا بقى ريحة الياسمين والظهور وده فعلا اللي انا شميته في البرفانة البرفانة جميلة جميلة بصوا بصوا انا اول مرة يعني استهلك كمية كبيرة قوي كده من البرفان من كتر جميله من كتر معجبي لو خلصت ان شاء الله هكررها تاني خلال الصيف عجبتني هي مشكلتها معي استبات بس ليس الا غير كده هي برفانة ممتازة اتمنى كلكو يا بنات تتجربوها وتلحقوها عرض الشحن المجاني لسه شغال وكمان هي متاحة معانا في مجلة الاعضاء زي ما نقولتلكم بسعر حلو جدا مش هي بس لا ده هي والبرفانات الجديدة بتاعت توداي وتومورو في شكلهم الجديد زي ما انا حوضحهم لكم هنا اهو برفانة توداي وتومورو في شكلهم الجديد وكمان معانا الميني برفان بتاع توداي والوز البرفانات هي هي يا بنات نفس الريحة ونفس استبات ولكن الباكتجينج بس هي اللي اختلفت شكل الازايز بس بقى مور كيوت عن زمان بس مش اكتر لكن الروايح هي هي مكونات هي هي الحجم هو هو لكن السعر هو اللي تحفة ومفاجأة لان اصلا عائلة تيتي ايل هي توداي وتومورو من العائلات الفخمة عندنا في ايفون من العائلات فعلا اللي هي من العيار التقيل كده وليها وزن وليها كينونة عندنا في ايفون فكون ان هي تنزل لنا باكتجينج جديد وكمان بالاسعار الحلوة دي فاعتقد ان انتو تختنموها انا جبت البرفانات اللي انا بحبها جبت التومورو انا مليش تقل قوي على التو داي رغم ان هي برفانة واخدة جايزة وليها اغشاقها وطبعا كل الناس اللي بيحبوها يعني على راسي من فوق ولكن البرفانات ازواء ولول اختلاف الازواء لبارة السلع زي ما احنا بنقول دايما عايزة كل البنات اللي جربت البرفانة دي تقول لي رأيهم تحت ايه في التعليقات وكمان رأيهم ايه في السبات واللي يجربوا برضو البرفانات الجديدة سواء اه تومورو ولا اولوز اه وما كانوش لسه جربوها قبل كده او تو داي برضو يقولوا لنا في التعليقات تحت بس تنى تعليقاتكم بتبسطني اتمنى يكون الريفيو كان لطيف وخفيف وطبعا اللي عايز يعمل العضوية حيلاقي الرقم بتاعي موجود على الشاشة عشان يكلمني يلحقها لان هي مش نازلة غير للاعضاء فقط الحملة دي هتبقى متواجدة معانا اه ان شاء الله في حملة خمسة لكل البنات ولكن هتبقى مرتبطة بشرط فاللي عايز الحملة دي يلحقها سار طحفة اه هيستفيد من حاجات كتير جدا لما يعمل معانا العضوية في ايفون دلوقتي شغال الشحن المجاني وفيما بعد اصلا احنا كده كده عندنا قل ساري شحنة على مستوى جمهورية مصر العربية لسه معانا عروض شغالة في رمضان حلوة جدا لاخر لحظة في الحملة هيكون معانا عروض جبارة اذن الله متنسوش اللايك وشير وسبسكرايب وشوفكم فيديوهات حلوة كتير ورفيهات احلى على خير باي باي